أن تعيش في بلاد الرافدين وتموت عطشاً أرضك ومشاريعك في الانتاج الحيواني وأن تهجر المكان والزمان إلى حيث لا عودة ذلك ليس ضرباً من الخيال وهو في الحقيقة واقع أصبح يدق جرس الإنذار بأيدي مختصين ومراقبين محليين ودوليين بعد أن أصبح الجفاف بديلاً عن الحصاد تزامناً مع ما يمر به العراق من أزمة مائية وتغير مناخي يبرق رئيس الجمهورية في رسالة عاجلة أمام الأمم المتحدة في نيويورك وخلال مؤتمر المياه رقماً خطيراً يكشف تغول التصحر في العراق بنسبة 40% من أراضيه الزراعية تنبيه عاجل ودعوة فورية تبرق بها السفيرة الأمريكية في بغداد أيضاً تتحدث فيها عن ضرورة إيجاد حلول سريعة للحفاظ على مصادر المياه وإنقاذ دجلة والفرات بعد التغني بما منحاه من أهم الحضارات للمنطقة مع كل تلك الحقائق المؤلمة تتجه الأنظار لمعرفة نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا وإجراء مباحثات مع رئيس التركي حول أزمات وملفات شائكة من بينها ملف المياه الأكثر أهمية للشارع العراقية الرئيس التركي من جهته وعد بزيادة الإطلاقات المائية إلا أن الواقع كما يقول خبراء لا يحتمل انتظاراً للنتائج إن تحققت على الأرض سيما مع حالة تشاؤم تكرست في الشارع نتيجة زيارات حكومات سابقة لم تأتي بجديد ما يرفع حجم المناشدات المحلية من مزارعين وخبراء على أبواب حكومة السوداني بتحقيق وعود منهاجه ونتائج زياراته وإلا فإن نتائج حصاد الموسم الزراعي المقبل لن تبشر بخير اشتركوا في القناة